طيب هنروح لموضوع اخر وفي محاولة لتقليل استخدام الزجاجات البلاستيكية الضارة للبيئة قامت احدى الشركات بالمملكة المتحدة بتصنيع زجاجات من ورق معاد تدويره احنا بنحاول الفترة اللي جاية ان احنا نبقى عندنا البيئة النظيفة في كل مجتمعاتنا خلونا نشوف ايه اللي عملون نرجع لها قامت احدى الشركات الناشئة في انجلترا بتصميم نوع خاص من الزجاجات المائية المصنوعة من الورق المعاد تدوير والممزوج مع المواد النباتية وتحتوي الزجاجة على بطانة خاصة مقاومة للماء تغطي غلافها الداخلية منعا لتسرب الماء منها وعندما يتم ترك الزجاجة في مدافن النفايات او رميها في المحيط يتحلل الورق من الخارج دون التأثير على البيئة بشكل سلبي وتتميز هذه الزجاجة باناقة شكلها وقدرتها على حفظ الماء لعدة اشهر كما تعود ارباح الشركة الى المؤسسات الخيرية في افريقيا وتأمل الشركة المصنعة ان يكون انتاج هذه الزجاجات المائية بداية النهاية لتصنيع الزجاجات البلاستيكية وتعميم الفكرة على جميع العبوات المصنعة من البلاستيك ويذكر ان ثمانية ملايين طن من البلاستيك تجد طريقها للمحيط كل عام مما يؤثر على الحياة البحرية والبيئية يعني كل يوم بناكتشف اضرار للبلاستيك فكرة جديدة جدا لمختلفة ازاز من ورق يتم تدويره مرة تانية اعتقد يعني الزجاجات دي صديقة جدا البيئة وهتحافظ كمان على البيئة الرقم كبير تمانية مليون طن مخلفات من البلاستيك بتضر طبعا بالبيئة في مختلف الحاء العالم صحيح عايزة بس اقول حاجة على القصة دي يعني عادة ان احنا كنا بنسيب دايما ازازة كده في عربيتنا نشرب منها ممكن تقعد بالاسبوع ده خطر كبير جدا جدا فخلوا بالكم من الموضوع ده لان الازاز او الزجاجات البلاستيك مع الشمس مع المية يعني بممكن يبقى فيه تسامهم بعد الشر كان معنا دكتور هالي الناظر الدكتور طبعا رئيس المركز القامل البحوث قبل كده في حوار بسبوع اللي فاته اميرة قال النقطة دي بالزبط قال محدش يحط ازازة مية بلاستيك في العربية ويسيبها يوم ويشرب يوم تاني يعني الشمس بيحصل تفاعلات كده في البلاستيك مع المية بدر الصحة صحيح